التقى الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي اللواء اركان حرب احمد العواضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النوابي واعضاء اللجنة وذلك بحضور الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع حيث قدم اعضاء اللجنة التهنئة لهم على ثقة القيادة السياسية في تعيينهما ببنصديهما الجديدين متمنين لهم التوفيق ومشيدين بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على اعلى معدلات القدرة والجاهزية لحماية الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية واشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النوابي في كافة القضايا التي تدعم ركائز الامن القومي المصري مؤكدا جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل اليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على تراب مصر المقدس في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الاقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر